الله الشافي ألهمنا أن نتداوى خير دواء بالفعل الهادي أسعدنا وبشارته خير شفاء الله الشافي ألهمنا وسلامتكم هي غايتنا وبها تشتد عنايتنا جئنا لنحدثكم عنها لنعيش حياة السعداء الله الشافي ألهمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية تحية طيب وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد لن ند نده وللورد مثله كان الكون قبله في عطش ولم يكن له كبير شأن يسطره فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق انبارة الأقلام تسطر وتكتب من جديد تقول هذا هو الحق وذاك هو الهدى أبو الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا مدحت المالكين فزدت قدرا فلما مدحتك اقتدت السحاب أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقايا خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل في وقايا بساتين شرعية وصحية وادبية ونفسية وأسرية واجتماعية في هذه الحلقة ومطلعها يسعدني أن أرحب هنا بصاحبي الفضيلة يا شيخ يا الدكتور أحمد بن عبدالله الحسين وهو المستشار بوزارة الحرس الوطني صح فضيل أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا وحياكم الله وحيا الله لإخوة المشاهدين والمشاهدات وأسأل الله عز وجل أن نجعل هذا اللقاء لقاء مباركا وأن ينفع به المتحدث والمستمع يا رب نور شيخ نهلا وسهلا بك من جديد نحن كذلك أيضا أخي ناصر الله يبارك فيك وإجزاكم خير عن هذه اللقاءات المباركة التي إن شاء الله فيها نفع يا رب شيخنا في كل شيء المسلم له نظرة مختلفة للأشياء طريقه دنيا ونظرة أخروية فيه عالم الشهادة وعالم الغيب فما الذي ينبغي أن تكون عليه نظرة المسلم للحياة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ذكرت موضوعا أعتقد أنه موضوع الساعة بما أن اليوم العالم يعيش يعني يعيش وضعا متغيرا ووضعا يعني يحتاج فيه إلى تحديد مصار نظرته في الحياة أليس كذلك؟ نعم المسلم أسهل عليه في هذه النظرة من غيره من البشر لأن ما حل بالبشرية اليوم جمعا هو شيء كبير يعني شيء يحتاج فيه إلى أن نقول ما هي النظرة الحقيقية للإنسان في هذه الحياة راية ولذلك هذه الاستفهامات موجودة لدى البشر من أول من أول والإسلام أجاب على هذه الأسئلة نعم والديانات السماوية أجابت على هذه الأسئلة لكن البشرية قد تصل من خلال ما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب حدد للإنسان سبب وجوده صدق ولا لا نعم ولذلك في القرآن لما قال الذي خلق الموت الموت طيب قدم الموت ليش؟ ليبين للإنسان حقيقة نهاية وجوده آه عظيم شوف اللفتة في القرآن نعم لم يقدم الحياة لأن الإنسان مر بمرحلتين مرحلة عدم مرحلة وجود وجود ثم مرحلة أيضا موت موت نعم ولذلك وبعد الموت حيات حيات هذا الفرق الذي يعيشه الإنسان المسلم مستقر البال لأنه يعلم هذه النظرية التي دخلت فيها معترك الفلاسفة والبشرية جمعاء حارت في هذا الجانب فالمسلم مطمئن من جهة أنه علم أن الله عز وجل خلقه سبحانه عز وجل وهذا يختلف عن اللا ديني أو الذي لا يؤمن وجود خالق الذي يرى أن الحياة صدفة مثلا أو الملاحدة ولذلك المسلم لما يأقرأ في القرآن ويجد فيه الإجابات التي تجعل عنده الطمأنينة سلوان جدا ولذلك أعتقد أن المصيبة التي حلت البشرية اليوم عالجت فئتين فئة الذي لا يؤمن بوجود الخالق وفئة الذي يؤمن بوجود الخالق هذا زاد إيمانه وهذا زاد يقينه بالله عز وجل ولذلك الذي خلق الموت والحياة ليبدو طيب ليش وهذا أيضا ملحظ آخر اختلفت فيه البشرية بعضهم يقول أنهم كالأنعام بل هم أضل يعني يجد أنه إنما يأكل ونشرب وما يهلكنا إيش إلا الدهر لا القرآن بيّن وهذا أنت ذكرت ما هي نظرة المسلم في الحياة اليوم المسلم المعاصر بكثرة وسائل الحياة المادية أمام تحديات تحديات أقوى من السابق لأن الإنسان وصل بطبيعته في فيما يعيشه من تطور كبير أهالة العقول لكن لما يكون المسلم عنده نظرة حقيقية للحياة أن بعد أن هذا ولذلك الله عز وجل يقول في القرآن هل أتى على الإنسان حين من الدهر إيش لم يكن شيئا مذكورا طيب هذا بيّن لأن الإنسان كان في مرحلة العدم نعم ولذلك عندنا إيجاد وإعداد وإمداد وهذا الله عز وجل ما قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا بيّن لك هدف وجودك في الحياة صح وبيّن أيضا بقولي تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسَبَ خَلْقِ اللَّهِ عز وجل الإنسان العبادة العبادة التوحيد ميّزه بهذا ولذلك ما أريد منهم من رزق وما أريد أيش أن يطعمون الله ما خلق الخلق يستكثر بهم من قوة أو يعني من قلة أو من ضعف إنما خلقهم ليبتليهم ويختبرهم ثم يجازيهم إنما هي أعمالكم وفيها لكم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فلذلك المسلم فعلا اليوم يرتاح ضميره في خضم ما نعيشه من هذه المأساة وهذه الجائحة التي يعيشها البشرية جمعا بيّنت ضعف الإنسان وبيّنت وجود الخالق وبيّنت أن هذا الخالق قوي وقادر قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض أرسل الله آية لا ترى بالعين المجردة جعلت العالم كله يقف على قدم الوساق ليس كذلك وما زالوا يعيشون إلى هذه اللحظة لكن المؤمن يستبشر ويزداد إيمانا ولذلك أكثر الناس طمأنينة في هذه الجائحة أكثر الناس قربا من الله صدقت ليش؟ لأن الله خلق الموت والحياة إيش؟ نعم لي إيش؟ يبلوكم والدنيا ليست جنة ليست جنة هو الاختبار والامتحان والابتلاء والأمر والنهي ولا لا نعم ولله دخل أعلى نعم لما ذكر الله الآيات في القرآن قال سنريهم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إيش؟ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ولذلك أيها المسلمون نحن نتفائل بما جاءت من هذه المحنة جعل الله فيها منحا كثيرة نعم كنا بالأمس في أزمة ولا لا صدق واليوم الناس استبشروا وتفائلوا نعم وهذا هو حال المسلم ولذلك المسلم عنده بين صبر وشكر لأن المسلم عنده نظرة تفائلية في الحياة وهذا مصداق المتأمل في القرآن والمتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونظرته في الحياة أنه نظرة تفائل صدق نعم الله خلقنا ليبتلينا وليختبرنا وأيضا فيما يجعل الله عز وجل في الكون وما يقدره لا يقدر شرا محضا صدق ولا يريد بنا شرا أحسن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولذلك ينبغي أن تكون نظرة المسلم اليوم هي التفائل لأن نظرته في الحياة تدعوه إلى التفائل ولذلك القرآن ركز في آيات التفائل في مواضع كثيرة في القرآن وذكر أزمات مرت على جميع البشرية ثم ذكر النتائج شوف الأنبياء كلهم ولا لا الله يسرد قصص الأنبياء لماذا ويضرب الأمثال في القرآن لماذا ولذلك ربما من عاش مع القرآن في الأزمة الماضية تفائل واطمعا ومن ابتعد واتضحت له الرؤية واتضحت له والله نقول نحن مقصرون وربما هذه الأزمة خرجت منها الناس البشرية جمعات ترى حتى الأقوياء عرفوا ضعفهم ولا لا والمؤمن عرف ضعفه الشديد وحاجته إلى الله ولذلك الله عز وجل يقول في القرآن ففروا إلى الله ما قال فر منه وهو الذي تفر إليه نعم تفر منه إليه لا من جاء ولا ملتجى منك إلا إليك فالمؤمن يلجأ إلى الله بل هؤلاء البشرية اليوم حتى على مختلف أديانهم قالوا انقطعت أسباب الأرض سبحان الله صاروا يبحثون عن أسباب السماء على انحرافهم أين قوتهم أين جبروتهم أين صناعاتهم أين أسلحتهم الفتاكة والتي لا ترى وأين وسائلهم التي صاروا يتبجحون بها أضعفتهم شيء أقل من البعوضة سبحان الله مثل الغريق في البحر يعني بحاجة عن حشبة وليس إلى ذهب يغرقه سبحان الله ولذلك غرقت البشرية لأنه لماذا ترى يعني حتى المسلم اليوم الحضارة المادية اليوم طغت حتى على كثير من المسلمين وأبعدتهم ترى حتى عن جانب النظرة الحقيقية للمسلم في الحياة ليش النظرة المادية طغت علينا فأثرت على الغيبيات ولا لا وأصبحوا الناس يبحثون عن الشهوات ولا لا صاروا يبحثون عن العاجلة وتركوا الباقية صاروا يبحثون عن الفانية الملذات ولذلك أنا أقول ربما هذا الابتلاء ترى يختلف نظرتنا إليه يكون امتحانا ويكون ابتلاءا ويكون اختبارا ويكون انذارا وإعذارا وتهديدا وكل شخص يقيس على حسبه فأولئك الذين تبجحوا في قوتهم نعم علم أن ليس لهم قوة وأولئك يعني أقول أليس الناس اتجهوا إلى الأطباء اليوم نعم هل وجدوا عندهم العلاج لحد الآن ما وجدوا علاجا قل للطبيب تخطفته يد الردع أطباء ماتوا بسبب هذه الجائحة صح والناس تبحث إليهم ونشكرهم وندعو الله لمن مات منهم نسأل الله أن يجعله شهيدا يا رب ولذلك المسلم في الحياة نظرته أن هذا الابتلاء قد يكون رفع للدرجات شهادة والذي مات شهيد أليم يقول النبي صلى الله عليه وسلم المبطون الشهيد والغريق الشهيد المبطون ماذا الذي يصب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن أمتي يعني الشهداء في أمتي كثر ولا لا الغرق والحرق والمرأة التي تموت عند ولادتها عند وضع كل هؤلاء جعلهم الله شهداء فهؤلاء الطباء ولذلك نقول قل للطبيب تخطفته يد الرداء من يا طبيب بطبه أرداك قل للمريض الذي دخل نجا وعوفيا بعدما بعدما عجزت فنون الطب من عافاك الله الله عز وجل ولذلك هنا التوكل على الله هنا الاعتماد على الله هذه هي في نظرة المسلم ولذلك نظرة المسلم ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه واعلم أن الأمة لو يجتمعوا أن ينفعوك بشيء هذه الأمة اليوم تحاول أن تبحث عن الدواء ما استطاعوا إلى الآن يجدوا دواء سبحانه ولا لا ولذلك نحن اليوم نحتاج إلى أن نحدد نظرة المسلم للحياة ليست الحياة للبقاء هذه حياة فانية ولذلك وإن الدار الآخرة لهي الحيوان سماها الله أما دار الدنيا سميت إيش دنيا قال العلماء إما لدنوها أو لدنائتها يعني دنو من قضائها ولذلك سبحان الله والله أنا أقول أخي ناصر أنا مما استفدته من الجائحة نظرت إلى أن الحياة قصيرة جدا وحاول الإنسان يستذكر من حياته نعم لأن الأزمات شريط سريع وهذا نحتاج المسلم اليوم أن يعيد نظرته في الحياة حتى يستعد لما أمامه إذا كان أصبته سراء شكر ففي حالة السراء مرت علينا هل شكرنا الله سبحانه عزيزي كثير من الناس كفروا نعمة الله الله مستعر ولذلك ربما تكون بعضها عقوبة لنا وتأديم من الله عز وجل هذه النظرة نظرة المسلم تكون مبنية على الوحي على الوحي ولذلك يعني حتى الله عز وجل قال حتى إذا أخذت الأرض زخرفها الله هذه رسالة للبشرية جمعاء طيب وظن أهلها أنهم وزينت تزينت الأرض لنا لفترة أصبح الناس في وسائل الترفية ووسائل خدمة البشرية التي جاءت اليوم لا يخطر على البال يا أخي تمسك جهاز وأنت تحيط بالعالم كله لو قيل عن هذا الجهاز اليوم قبل مئة سنة لقي إلى هذا السحر فوصلت الحضارة اليوم أوج ذروتها بل بحثوا يبحثون الآن أن يعيشوا في خارج هذا الكوكب ووصلوا إلى الأقمار الصناعية ودخلوا في الجينات لكنهم ما سخروها لتيثبت لهم ضعفهم ووجود خالق سخروها فصارعوا الخالق ولذلك ظهر الشرك وظهر الفساد ولا لا وصارت الحروب وصار القتل بين البشر ولذلك أيضا حتى إذا أخذت الأرض وزخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها جاءت بعض القوى الغربية قالوا من من أنها أقوى نحن أقوى دول العظمى تقول ولا لا في حربها وفي تكنولوجيتها وفي أسلحتها وفي اقتصادها دمر الله لهم كل ذلك ليبين قوته فأرجع الله الدول على مختلف مستواتها إلى ضعفها حتى الدول اليوم الغنية ألم تصل للحظيم ولذلك سبحان الله معدل الانتحار انتشرت بسبب هذه الجائحة في الدول الغنية سمعنا في الدول الغنية لأنه لا يوجد نظرة تفاؤل صحيح أدنى مصيبة تؤثر عليه ترى نعم وفي نظرة أخرى نريد أن نشير إليها هي كون السلوان أنه في دار آخر يجتمع فيها الإنسان بمن يحب وهذا تجعل عندنا وهذا كان التفاؤل عند المسلمين اليوم مع هذه الجائحة كانت نظرة الناس بتفاؤل عظيم نعم لماذا؟ لأن تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم لن تضلوا كتاب الله وسنتي ففي الكتاب في دواء وشفاء تمر على آيات الابتلاء فتنظر كلها يعقبها يخشف آية لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا هذه الآية وردت بعدها ما يتعلق لقضية الطلاق الطلاق نعم وصورة الطلاق من أكثر الصور تفاؤلا سيجعل الله بعد عسر سيجعل الله قد جعل الله لكل شيء قدرا ويرزقهم من حيث لا يحتسب ثم قال لعل الله شف لعل من ألفاظ الترجي لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وردت بعد طلاق المرأة المرأة زوجها جنة فبعد طلاقها يصبح لها الحياة يعني لا قال لعل الله يحدث بعد ذلك لا تخاف ولذلك عسى الله أن يأتي بالفتح من عنده أو أمر من عنده ما هو أمر الله هو الذي في الغيب ولذلك نظرة المسلم في الحياة تعطيه نظرة التفاؤل عند الابتلاء سبحان الله نعم فلذلك أيها المسلمون اليوم أيها الذين ننتظر ونحن نعيش في هذا البلاء نحن نعيش في أمن ورغد وسعة رزق ومع هذه المحن ننظر إلى المنحة الربانية التي جاءت بعد المحنة وهذا الذي يصنعه الإيمان لأن نظرة المسلم في الحياة معتدلة الله جعل الإنسان جسد وروح اليوم البشرية أعطت متطلبات الجسد فلما أهملت الروح لما تأتي الأزمات يصيب الإنسان بصدمة نعم لأنه الجسد ولذلك توفي أغنى رجل في إيطاليا بسبب الأزمة وهو يملك فنادق أصابه الهلع والفزع المسلم ينظر من هذه المحن بل سبحان الله ألم تجد بعض الناس في عز ما يعيشه من محنة تجده يلتج إلى من إلى الله عز وجل والله رأي الناس في المستشفيات تسألوا كيف حالك يقول والله بنعمه وعافية وهو الأجهزة وينتظر الموت وبعض الناس في سعادة وحياة رغد يقول لا أرى السعادة ما فيه ينتظر ولذلك هنا تأتي الشريعة تأمرك بنظرة التأمل والتفاؤل ولذلك النبس صلى الله عليه وسلم كان يقول لا طيرة وكانه يحبش ويعجبه الفأل كما عند البخاري نعم كان يقول لا طيرة ولا هامة ولا صفر ويعجبه الاسم الحسن ولذلك أحذر اليوم ممن يتشاؤمونه من عام 2000 اليوم تسمع بهذا هذا قد يكون عند الكفار لأنهم لا يؤمنون ولا لا لكن كيف المؤمن يتفائل ثم يبدأ يتشاؤم بالأيام ولذلك وهنا سؤال شيخ نها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لاقت حديثك عن سب الدهر نعم قال يسبني ابن آدم وفي رواية قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليلة والنهر كيف أشاء ولا لا نعم ولذلك وما تدري نفسه ماذا تكتب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت فإذا كنت لا تدري لكنك تدري أن الله خلقك وأن الله أمرك بأن تنظر إلى الدنيا بتفاؤل ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أعظم المتفائلين والأنبياء والرسل كانوا أعظم المتفائلين مع أنهم كانوا أعظم الناس بلاء ولذلك يقول أعظم الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وإذا كان المؤمن قويا زيد عليه في البلاء ليش لقوة إيمانه ولذلك لأنه في أرضية في أرضية فعند الابتلاء يلجأ إلى الله ولذلك يفر إلى الله عز وجل عند شدة ولذلك حتى أنظر ربما يا أخي اقرأوا قصة يوسف صورة يوسف نظرة التفاؤل فيها منذ أن تقرأها وانظر يعقوب الذي ابتلي ببلاء عظيم لكن كم عاش في هذا البلاء وكل نظرة فيه تفاؤل كان يقول يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وهو يعلم أنه سمع ماذا أكله الذئب وجابوا بقميصه ولا لا ويقول وأعلم من الله ما لا تعلم وهذا الذي ينبغي نقول اليوم للبشرية جمعاء المسلمون يعلمون من الله ما لا يعلم غير المسلم وهذه نظرتنا في الحياة لم بغي أن تأتي في هذه الأزمة ولذلك هذه الدولة المباركة في هذه الأزمة عالجت العلاج الشرعي الحمد لله ولا لا قامت بأسباب الوقاية وهذا برنامجكم وقاية نعم ولا لا وهذه الوقاية بماذا بأن نعيد الناس إلى النظرة الشرعية في الحياة صحيح وأن هذه الحياة ابتلاء وامتحان وأن لك هدفا في الحياة وأنك مبتلى بالخير ونبلوكم بالشر والخير فتنة نعم ولذلك عند الصراء شكر وعند الضراء صبر وهذا هو حال المؤمن ولذلك المؤمن ينبغي أن يسير بين جناحين نعم ينظر إلى القدر بعين ويعمل بالأسباب ويتوكل ويعتمد على الله عز وجل وهذه هي النظرة المسلم في الحياة ونحتاجها اليوم لعل الله يحدث بعد ذلك أمره وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا طيرة ولا هامة ولا سفر وكانوا يحب الفأل وهذا كان ديدا النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء وفي الأشخاص وفي الأزمان بل خرج النبي صلى الله عليه وسلم طريدا من الطائف كما ذكر البخاري بعد أن خرج من مكة كيف كان حالا النبي صلى الله عليه وسلم وأدموه قومه ماذا كان يقول جاءه ملك الجبال ويقول له اللهم أتفل لقومي قال لا أطبق عليهم الأخشبين هو حزين مطرود أدميت قدمه فجاءه ملك قال ماذا قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا وهذا نظرتنا نحن أيضا المسلمون في الحياة أننا نتفائل بعد هذه المحن ستأتي منح ربانية ونحن اليوم نعيش هذه المنح بعد أن فرجت الدولة بهذه القرارات الحكيمة الحمدل والناس اليوم لكن لا بد من أخذ بعض بالأسباب التي طلبتها الشريعة وكذلك أمر بها الشارع الحكيم بالسمع والطاع لولي الأمر نعم وأخذ بالأسباب الوقاية التي هي واجب على كل مسلم في هذه الحياة نعم الله يسعدك أنا والله سعت بهذا الكلام كثيرا أنا أصب لك بس فنجال قهوة وجه رسالة أخيرة لأن هذا المعنى في النظرة لو لخصناها في دقيقة ماذا يمكن أن نقول أعطيني لقطة واسعة والله حجرت واسعني يا ناصر أسلم أنا أريد رسالة تختم بها لأن هذا المعنى بالذات خلي شيخ نضبط لك القهوة هذه قهوة قل لا تجدها مثلها ما شاء الله تلقاه هنا في المجد وممكن في أماكن ثانية بس ما هي بمجس الجودة قهلة المجد للمجد تستاهل الله يساعدك شيخنا رسالة أخيرة شيخنا لأن الوقت والله يعني أنا أقول الرسالة هو الشكر لله عز وجل فله الحمد والفضل وله المنة والعطاء فنحمده سبحانه الذي لا يحمد على مكروه سواه ونشكر هذه الدولة والقيادة الحكيمة فيما قامت به من إجراءات وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين ورجال الصحة ورجال الأمن الذي قاموا في أيام هذه الأزمة بواجبهم فبقي علينا الآن على عاتقنا مسؤولية إكمال هذه المسيرة وأن نعود بحذر وأن نعود بحذر وأن نتفائل ولا نتشاءم وأن نسأل الله عز وجل من مات من إخواننا المسلمين بهذا البلاء فهم شهداء عند الله عز وجل نسأل الله لهم الرفعة وكذلك نقول ينبغي أخذ بأسباب الوقاية واليوم جاءت توجيهات كريمة وفتحت المجالات أيضا قل الله الحمد بالخبر اليسير الذي سمعناه مزارش الإسلامية رجوع الدروس العلمية الحمد لله وهذا أيضا كذلك نقول ينبغي أن نعود بحذر وأن نقوم بالواجب علينا بما تمليه علينا هذه الشريعة الحكيمة وبما يمليه علينا هذه المصلحة العامة التي إن شاء الله من خلالها نعود من هذه الأزمة للتلاقي والتعانق والتصافح وهذا هو واجبنا ونظرتنا في الإسلام أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن ينفعل بهذا اللقاء وأن يجعلنا متفائلين غير متشائمين وأن يعيدنا ويعيد علينا وعليكم هذه الحياة السعيدة وأن يختم لنا وإياكم بخير إنه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد الله يبرك فيك شكرا شيخنا على ما نثرت بين أيدينا من دورنا نتقيك في لقاءة قادمة أشكر الله عز وجل على أن جمعنا وإياك في هذا اللقاء المبارك وأن يعيد علينا لقاءة مباركة إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد آمين يا رب أشكر كذلك موصول لكم أتم مشاهدينا الكرام بعد أشكر الله عز وجل كانت هذه أومضات في نظرة المسلم للحياة ابقوا رائعين كما أنتم ناشرين للورد ناثرين للحب أطيب المنا أحلاها أغلاها وعبيرها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته و بشارته خير الشفاء الله الشافي ألهمنا وسلامتكم هي غايتنا